ينضم إلينا من غزة عبد الناصر رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين سيد عبد الناصر ما هي الحالة الصحية تحديدا للأسير وليد دق يعني بداية مساء الخير لك ولكل المشاهدين على الكرام وليد دق هو واحد من 700 أسير يعانون أمراض مختلفة وهو واحد من 24 أسير يعانون مرض السلطان داخل سجون الاحتلال وأوضاعه الصحية تظهرت بشكل كبير في الأولى الأخيرة دون أن تقدم له إدارة السجون العلاج الكافي أو الرعاية المناسبة لإنقاذ حياته وهناك تعتيم واضح على حالته الصحية وهذا ليس بجديد على إدارة السجون التي كثيرا ما أخفت الملفات الطبية لبعض الأسرة لكن من الواضح أن الأسير القائد والمفكر وليد دقه يتعرض إلى سياسة إسرائيلية منهجة تستهدف يعني حياته وتستهدف قتله مع صبق الإسرار والترصد خاصة وأن كل المعطيات وكل التقارير الطبية تؤكد بأنه مصاب بمرض السلطان وهذا كل ما نعرفه عن الحالة الطبية لوليد وأن التقارير الطبية تؤكد أيضا بأن هناك تظهر على حالته الصحية دون إعطاء تفاصيل حتى لأسرته أو لمحاميه ولكن الشهادات القادمة من داخل السجون وممن يعيشون وليد ويجورون وليد على أسرة ما يسمى مستشفى سجن الرملاء أو حتى من قبل الطباء في المستشفيات التي ينقل إليها وليد يتم تسريب بعض المعلومات بأن وليد في حالة صحية حرجة وحرجة جدا مما يسدعي تدخلا يعني دوليا لإنقاذ حياتي للتذكير هو في السجن منذ 1985 كم المدة التي يجب أن يبقى فيها في هذه السجون يعني وليد واحد من أسرة المناطق المحتلة عام 48 وهو من إباقة الغربية وهو مرتبط بالقضية الفلسطينية كما كل أهلنا في المناطق المحتلة عام 48 وهو جزء أصيل من الحركة الوطنية الأسيرة وطخل على خلفية مقاومته للاحتلال وعلى خلفية قيامه بعملية لأجل تحرير على الأسرة فوقع أسيرا في سجون الاحتلال وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد هذا الحكم حدد عام 2012 بالسجن 37 عاما قضاها كاملة ولكن إدارة السجون لم تريد ولم ترغب أن تراه حرا فأضافت له سنتين أخرتين بحجة أو بذريعة أنه قام بتهريب أجهزة خلوية للتواصل مع أسرته وبالتالي هو معتقل منذ 25 أضار مارس عام 1986 أي منذ ما يزيد عن 37 عاما وحسب القوانين الإسرائيلية وحسب القرار الإسرائيلي الجائر فمتبقي له أقل من عامين ولكن خلال هذه الفترة أوضاعه تدهرت أكثر فأكثر مما يسدعي مرة أخرى تدخلا دوليا من أجل الإفراج عنه وإنقاذ حياته تم مناشدة الصليب الأحمر للتدخل هل بيده شيء؟ يعني الصليب الأحمر هو مؤسسة من المؤسسات الدولية التي سجلنا عليها مرارا وتكرارا الكثير من الملاحظات والانتقادات والكثير من المرات أيضا يعني سجلنا انتقادات لاذعة لتلك المؤسسات لصمتها وأحيانا لتخاذلها فيما يتعلق بالانتهاكات والجرائم التي اغترفت بحق الأسير القائد وليد دقة وبحق الأسرى المرضى بشكل عام وبالتالي وجب دائما أن نذكر الصليب الأحمر بالمسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الأسرى داخل سجون الاحتلال وتجاه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من عمليات قتل ممنهجة وبالتالي هو يتحمل أيضا المسؤولية من خلال صمته وتخاذله وبالتالي مطلوب من الصليب الأحمر كما مطلوب من كل المؤسسات الدولية التي تتغنى بيئة ديمقراطية وتتشدق بحقوق الإنسان وتعلن على المرأة ومسمع العالم أجمع بأنها تدافع عن حقوق الإنسان بأن تتدخل وأن تتحمل مسؤوليتها وأن تنقذ حياة الأسير وليد دقة أو على الأقل أن تقدم له العلاج اللازم لا سيما وأن وليد أمضى فترة طويلة في سجون الاحتلال أكثر من سبعة وثلاثين عاما داخل سجون الاحتلال والسجن هو كان السبب الرئيسي في الحاق الأذى والضرر بصحة وليد السجن هو كان السبب الرئيسي أيضا في تسببه بمرض السلطان شعنه شعن العشرات من الأسر الذين يعانون السلطان والأمراض الخطيرة والمزمنة داخل سجون الاحتلال وبالتالي وجب علينا دائما أن نذكر هذه المؤسسات بمسؤولياتها كما وجب علينا أيضا أن نتحمل نحن أيضا المسؤولية في التحرك على كل الصعود والمستويات لإنقاذ حياة وليد وكل الأسرة المرضى بشكل خاص ولكن ما جدوى هذا التحرك في ظل تصريح بن جفير بأن الأسير دقة يجب أن ينهي حياته في السجن هذا التصريح يكشف عن حقيقة الوجه القبيح للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ويكشف أيضا عن حجم التطرف الإسرائيلي تجاه الأسرة ويكشف أيضا عن حجم التطرف البشع الذي يتمتع به بن غفير وغيره من المستوطنيين وهذا الحقد الكبير تجاه الأسرة وهو بمثابة نقرار بيئة الإعدام خارج نطاق القانون وهو ضوء أحضر لإدارة مصرح السجون لتمارس عملية القتل لذلك قلنا ونجدد القول بأن ما يتعرض له الأسير وليد دقة هو عملية قتل ممنهجة مع سبق الإسرار والترصد وبالتالي التحرك المحلي والقوم والدولي هو يأتي في سياق فضح هذه الجرائم التي تقترف بحق الأسرة وهو يأتي أيضا في سياق فضح تلك الجرائم ودفع المؤسسات الدولية كي تتحمل مسؤوليات خاصة وأن غياب المحاسبة والملاحقة الدولية هي ما شجعت وتشجع حكومة الاحتلال وتشجع المتطرف بين غفير وغيره من التمادي في جرائمهم بحق الأسرة وبالتالي التحرك المحلي والدولي على كل الصعود السياسية والحقوقية والقانونية هو في غاية الأهمية لفضح كل هذه الجرائم والوضع حد لتلك الجرائم التي تقترف بحق الأسرة خاصة وأن وليد هو ليس الأسير الأول الذي يمارس بحقه سياسة الإعدام والقتل الممنهج عبر ما يعرف بسياسة الإهمال الطبي فسبقه المئات من الأسرة وقد يلحق به الكثير من الأسرة لذلك علينا التحرق قبل فوات الأوان وعين علينا التحرق لإنقاذ حياة وليد دقة وإنقاذ حياة الآخرين من الأسرة المرضى هل هناك أي سبل قانونية داخل محاكم الاحتلال؟ نعم بالتأكيد هناك جهود كبيرة تبذل في هذا الصياق ولكن كما تعلمون القضاء الإسرائيلي هو جزء من المنظومة العاملة المحتل وهو أداة من أدوات الجهاز المخابرات وهو يؤتمر بأوامر من المستوى السياسي والأمني وقد تابعنا قبل أيام قرار المحكمة الإسرائيلية بإرجاء النظر في طلب الإفراج المبكر عن وليد دقة مما يؤكد على أن هذه المحاكم هي أداة من أدوات الاحتلال وبالتالي علينا باستمرار الضغط في كل الوسائل وعلينا البحث عن أدوات جديدة للضغط على المؤسسات الدولية من جانب وعلى الضغط على الاحتلال من جانب آخر لنجبرهم على التعاطي بشكل إيجابي مع مطالبنا المشروعة ومطالب أسرته المشروعة بالإفراج عن وليد دقة وتقديم له الإلاج من أجل انقاذ حياته كي نفهم وسريعا سيد عبد الناصر عقلية الاحتلال الإسرائيلي ما جدوى أن يبقوا الأسير وليد دقة وهو مريض وبعد كل هذه السنوات في السجن يعني كل المطيات والشواهد تؤكد بأن هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف يلحاق الأذى والضرر بحياة الأسرة وضاحم الصحية لا سيما بحق الأسرة ممن أوجعهم فعلهم قبل الأتقال وبحق قيادات الحركة الوطنية الأسيرة وبحق من لهم تأثير في المحيط الاعتقالي داخل الأسجون وبالتالي هي تحاول انتقام من شخص وليد وتحاول أن تبعث برسالة إلى كل الحركة الوطنية الأسيرة ومن خلال ذلك تحاول أن تبعث برسالة لكل الشعب الفلسطيني بأن مقاومة الاحتلال لا جدوى منها وأن من يقدم على مقاومة الاحتلال ومن يحرّط ضد الاحتلال فمصيره هو الموت داخل السجون أو مصيرها الموت خارج السجون لذلك تراها بأنها تقتل الطلقاء بالرصاص وتقتل الأسرة داخل السجون بزرع الأمراض وبسياسة الإهمال الطبي وبالتالي هي رسالة إلى الكل الفلسطيني لذلك دائما نقول بأن المستهدف ليس وليد بشخصه وإنما المستهدف هو كل الشعب الفلسطيني المستهدف هي الحركة الوطنية الأسيرة المستهدف هو المقامة الفلسطينية وصمود شعبنا ولكن ومع كل ذلك ورغم ما يمارس بحق وليد إلا أن وليد سيبقى صامدا وشامخا ونددا للاحتلال كما هو الشعب الفلسطيني ندا للاحتلال ومستمر في عطائه وكفاهه من أجل انتزاع الحرية والاستقلال عبد النصر فراونا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين من غزة شكرا لك